وينضم إلينا الآن من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشهري أهلا بك معنا سيد أحمد أبدأ معك من هذا التقدم في منطقة نهمة شرقية صنع ما أهميته في رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم مسي عليك أخي أسد الله على الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام جميل جدا أن نتحدث في منطصف الليل حتى أعطيك موجزا شامل على وضع الجبهات التي تدور فيها المعارك اليوم ولعلي أبدأها بسؤالك الكريم في جبهة نهم حيث تمت السيطرة على جبل الدشوش وجبل هان وتبت القناصين والتباب المفتوحة باتجاه نقيل بن غيلان الاستراتيجي وهذا يعطي فرصة ويعطي نجاح كامل للتقدم في المناطق المفتوحة باتجاه صنعا من منطقة بن حشيش ومنطقة الحكارش هذه من أفضل المناطق التي تم السيطرة عليها وبالتالي أصبح الآن الطريق سارك إلى جبهة صنعا لعلي أتقل إلى منطقة أخرى وهي منطقة الأجاشر الجوف تم تطهير المنطقة بالكامل أخي أسد الله من سبعة آلاف لغم ولازالت الفرق تعمل على نزع المزيد منها وبتطهيرها يتم الانتقال إلى أول مديرية من مديريات صعدة في آل حسوة وكتاف وهذا المحور الذي هو الجوف وصعدة والبقع التهمت جبهتين وهي جبهة البقع والجوف وتمت السيطرة على الخط الدوري الذي يبدأ من الخضرة ثم البقع ثم الجوف ثم مارب والحقيقة هذه تعتبر انتصارات رائعة وجميلة في جبهة القندع وادي خر والقندع فقد سلم أعداد من الحوثيين أنفسهم وهرب المئات منهم بعد مواجهات شرسة ولازالت المعارك تدور في هذا المحور مع هروب المئات إلى محافظة البيضة في نقطة مهمة أستاذ أسد الله وهي جبهة القندع تعد آخر معقل للحوثيين في منطقة شبوة وبالسيطرة على هذه الآقبة تكون شبوة قد عادت كاملة إلى الشرعية وهي آخر ما تبقى للحوثيين في منطقة بيحان وبهذا تكون أصبحت شبوة والبيضة قد أصبحت تحت سيطرة الشرعية ولازال في قصف إلى الآن في منطقة قبعة البيضة أو قيفة قيفة البيضة في الفريشة والزوب حيث تكبد الحوثيون خسائر فاتحة في نقطة ثانية أستاذ أسد الله في صنعة هناك احترازات الآن الحوثيون يعملون على حفر الخنادق ويعملون الآن المتريس وهذا يؤدي أو هذا مؤشر على أن الحوثيون بدأوا يشعرون بأن الشرعية قد أصبحت على الأبواب وهنا سؤال أستاذ أحمد اسمحني هذا الشعور لدى الحوثيين الذي رأيته أنت أو شعرت به وهذا التزايد في خسائر الحوثيين مؤخرا هل يعني أننا اقتربنا من معركة صنعة؟ بدون شك لو حتى الآن ماذا يدور داخل صنعة حفر خنادق هدم لكل من يحاول أن يختلف مع الحوثي أو لا يمدهم بالرجال أو لا يمدهم بالسلاح سواء من المؤتمرين أو من أفراد أو من الشعب وهذا يعطي مؤشر كبير على أن هؤلاء الحوثيون أصبحوا الآن لا يدافعون عن أي جبهة من الجبهات التي كانوا يسيطرون عليها بل لم يعد أمامهم إلا التحصن والتمترس داخل صنعة هناك الكثير من الجرائم الأخلاقية التي ترتكم سواء بهدم البيوت أو القتل أو أخذ الكثير من الأسر أو كثير من المشايخ السراء لديهم لإمدادهم بالرجال والسلاح وخوفا من الانقلاف لاحظ في تقريركم الكريم عندما بدأ كثير من القيادات في الخروج وسوف تعلن اليوم أو غدا أسماء قيادات حوثية قتلت وهذا سيؤدي أو بالضرورة إلى ضربات موجعة في قتل الكثير من القيادات من الصف الأول في هذه العصابة طيب أستاذ لدي معلومات يا أسد الله إذا أذنت لي تفضل تفضل باختصار المعلومة الأولى في منطقة بيحان تم العثور على مصنع لصناعة الأشراك الخداعية والعبوات الناسفة انظر يا أخي الكريم كيف تعمل هذه العصابة على صناعة مثل هذه المتفجرات ومثل هذه الأسلحة التي لا يستهدف بها إلا المدنيين وهذا يدل دلالة كاملة على أن هذه العصابة لم تزرع في المنطقة إلا لتدمير اليمن وتدمير الشعب هناك معلومة ثانية وهي أنه تم تسجيل ثلاثة ألاف وثلاثمائة جريمة انتهاك حقوق الإنسان في منطقة ذمار لوحدها من قتل واختطاف وتفجير للمنازل المعلومة الثالثة في منطقة محويت وحجة كان هناك مسيرات في جامعة عمران تم قمع هذه المسيرات التي تندد أو بدأت تندد بهذه العصابات وتم قتل أكثر أو تفجير 19 منزلاً انظر الأسلوب الدموي الذي تسعى إليه هذه العصابة من أجل أن تفرض هذه السيطرة بقوة السلاح وقوة التدمير وهذا سيجعل الكثير أو سيجعل صنعة نفسها تتحول إلى جيش يسقط هذه العصابة بمجرد أن يبدأ طلايا القوات الشرعية في التقدم نحو صنعة نعم أشكرك شكراً جزيلاً الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشهري